السلام عليكم أخوتي و أخواتي العزاز السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بخير و أعجبكم رب يرفضوا التسير والرزاق الكثير قادية اليوم أبشي بناء المدين الجديدة الأحداث يوقعوا بالضبط في عام 2019 واحد من الدواوير التي تنتمي المدين الجديدة في واحد النهار واحد سيد خارج ماله مع بيع خارج مال الصباح حتى يلقى في الجن بدير واحد الأرض اللي كان هو يخدم فيها أتبله واحد سيدة مرمية تما هذه الطريق كانت محركة بناء دم غادي يجي يعني الطريق اللي كيتمشى فيها بناء دم المهم وخامة كل قاشوه كان ضروري عيدو شي حد وعيشوفها في هذه الطريق ولكن كتابت له أنه هو اللي يشوف الجد تنلول وأول واحد سيدة مرمية تما سيدة عيشة فيها بدا غادي ويقرب لها شده الفضول من اللي يقرب الحق؟ أتبلو بأنها واحد سيدة اللي في الأربعينات ما اللي عمر ديالها عندها واحد ضربة غرق بين فراسة سيدة كان واضح وبين أنها ميتة ديكسة بقعيك يشوف فيها ما قرب لها ما قاسها ما حدها مباشرة سيتصل برجال دارك الملكي رجال دارك أول ما سيتوصل بهذه الإخبارية أول ما سيتوصل بهذه الاتصال الهاتفي أعتبر من هذا السيدة أنه يبقى في بلاستو لا يتحرك، لا يقرب حتى شي حاجة يبقى في القرب هذه الجودة يبقى أحد هذه السيدة حتى نوصله حتى الاتصال الهاتف وفعلا الوصول ديالهم سيكون على وجه السرعة هذا الشاب هذا يطبق ذلك الشيء الذي قالوا له جدر مياه يبقى واقف في هذه الضحية يبقىها يتمه وما تحرك شم بلاستو رجال دارك يوصلوا الاتصال الاتصال الهاتف ومن المعاينة الأولية يبقى لهم أن هذه السيدة تقريبا في الأربعينات أو بداية الخمسينات من مرأة ولكن من اللبس ديالها يبقى أنها مرأة عصرية مرأة من ديال المدينة يعني ما تنتميش لديك الدوار ما يمكنش تكون معها الدوار غالباً تقدر تكون من دوار الأصل ولم تسمى ولكن ما مستقرر من اللبس ديالها يبقى أنها مرأة نقية من اللبس ديالها رومي، الصاهية، القميجة يعني كانت تلابسها ملابس عصرية ماشي مع الحوائج اللي يبسوا انسى ديال الدوار. سيدة لابسة الصاية ديالها القويميجة ديالها. باينة انقية لزاكسيسوار اللي لابسة. دائرة المكياج. قدرت كنت تعمل هذه المنطقة ولكن ما مستقراش فيها. يعني سيدة باينة ابت المدينة. حدث ضحية في القرب منها كانوا بينهم شي قطرات ديال الدم. قطرات عليها وبعد عليها واحد شوية. بقاوا تابع عندك نقاطي ديال الدم. يعني بقاوا نقاطي ديال الدم واحد ما سفعدها يتقطع. فيما مقطع الدم كانت العطار ديال العجلات. شي روايد تمام. يعني رشما ديالهم باينة في الارض. ولكن انطلاقا من المسافة ما بين الروايدة وروايدة بان بانها ماشي طموبيل هذه. لغالبا تكون شي كاروسة شي كاليش يعني ذاك كاروسة لك الجرها شي بهمة حشك. شي بغالو الشي حمارة لها. هاد العطار ديال هذه العجلات ديال هذه الروايدة هادو. رواس من احتن الضحية. وجايب من الدورة من احدها. يعني يبين بان وصلوا الضحية الهنا وضعوا ورجعوا من طريق ديالهم. يعني يرجعوا من البلاسة اللي جابتهم اصلا. ها الضحية هادي في الوقت اللي غادي يلقوها فيه. يلقو ان كاين احدها يعني في الجنب ديالها كاين ساك. ناكس ويك صغير اللي يكيلبسوا العيالات. هاد الساكم اللي يفتحوا يلقوها في الاوراق ديالها. اوراق تبوتي ديالها. بطاقة الهوية. اي حاجة كتتعلق بها كانت نازلت ما. هاد الشي هذا بطبع غادي يوفر عليهم بزاف ديال التعمالة. بزاف ديال الخدمة. يعني ذلك الطريق اللي كانوا عيد ربوه ديال يقلبوا البصمات يقلبوا يعني بجدادية البطائق الوطنية لما ما عيديروهاش. شكوني يا هاد البنت. شكوني هاد السيدة. منينجات. كيف هاش وصلت لذلك المنطقة اللي بعيد على الدوار. هاد التفاصيل هاده كاملا. غدا نعرفه. قبل ما نتشيو نتعرفه علش كوني هي الضحية. قبل ما نتعرفه علش انه جاد دير في داك الدوار. دواره هو اقرب واحد را اتمرها كاي بلهم الدوار. اه الخيام دياله تمام. شكون دير في هاد الحالة. خاصنا بدنا نتشيو ونسمعوا الشهادة ديال اول واحد يعني الشخص اللي لقاها واتصل برجال دارك ملكي. رجال دارك يبدو يستجبون لك الشاهد. يسولونها يقول لهم كيف هاش تلقيتها اللجودة هذه. السيدة يعود لهم. قال لهم انا اكتغادي معنية ما بيها. احتكي بلل خيال له. بلل بأن كانشي حاجة كانشي سيدة مرميها الطريق. اول حاجة درتها بديتك انقرر بليها. شدني الفضول بقيت نعرف شنو كين تماما. مليش الحالة ديالها بأن السيدة بعين انا ميتة تصد بكم مباشرة. هو مسؤول على السبب اللي يدوز من ديالك من هنا. ماذا هي طريقك ولا شنو؟ قال له ما هي الطريق ديالي. انا كنتدوز يوميا من هنا. وكو مدد شنو كاين اللي يدوز لان الطريق يمشي من هذه الدوار هي الطريق دياله. قال له ما انا كنت اخذ بفوحة الارض هنا قريبة من هنا. يعني من هذه البلاصة اللي تلقات فيها لجدتها. ودهك شي اجدت من هنا. ديك ساعة سولو كنت تعرف الضحية. يعني هاش تسيدة وش فيتشتها وش فيتلاقتي بها. وش عندها شي عائلة هنا في الدوار. قال له ما بدي هاد سيدة. معمري ما شفتها وما كان عرفهاش. يعني معمري عيني جدت في عينيها. هالشي شكيبين. سيدة راول الدوار. كان شكيبين بأن السيدة هاد سيدة اللي تلقاتنا ماشي من المنطقة. وفين هاد سيدة غادي كون؟ رجال دارك من بعد معي ياخدوا الشهادة ديال هاد الشخص هادا. غادي خليه يمشي في حالاته. قلوا لسير في حالاتك. هالنمرة ديالت تليفون ديالك اللي احتجناها هادين عايي طولك. تلقوه بضمان محل اقامة ديالو. خدوا النمرة ديالو رقم ديالو. خدوا اي حاجة اي معلومة كتتعلق به. وقالوا له شوف. سيرو ما تبعدش. ما تخلش على الضوار. وقت لها نحتاجك هادين عايي طولك وخاصنا نلقاوك. ولكن من هاد الساعة فعلا البوليس ما يبقوش محتاجينه قاعد. ده بعم شو تعرفوا الضحية اللي عندنا. الضحية الاسم ديالها إلهام. العمر ديالها 46 سنة. وكيبنا لانه من شكل ديالها. كيبنا لانه صغر منها تستهربعينها. ديشافها بشكل ديالها وكيفاش لابسها. وكيفاش محللها فلاسها يقول لها في ثلاثينة من عمرها. الهام كانت كانت تكون في مدينة الضربة. افكازة العزيزة. شنو السبب اللي خلاها لانها تجل لك الدوار. وعند من جات يعني من الساكنة ديال الدوار حتى السؤال راح مازال ما عرفينوش. وما عيطوش بزاف اش يعرفوه. هلش كتكون في الولة لانه تحقيقوا البحث الجريمة راه معي ياخدش وقت طويل. ضغي عيبا للمجرم. وباش تقدروا تفهمو كتر. عمشوا خطوة بخطوة. الضحية كانت لابسوا هات قميجة. هات قميجة في واحد من جيوب ديالها. يلقوا لكارت ناسيونال. يلقوا البطاقة الوطنية. هات البطاقة الوطنية من اللي اقراوها. يلقوها انها ديال البنت اللي ساكنة في هات الدوار هاتا. وهذا شباش عارفوه. عارفوه من خلال العنوان اللي كان في ذلك البطاقة الوطنية. ولكن هات لكارت رمشي ديالها السيدة اللي مقتوله. البنت اللي كان العنوان ديالها في ذلك البطاقة اللي اللي يلقوها مع الضحية في جيب ديالها كان اسمتها سارة. هات سارة العمر ديالة 18. ولكن اجب لكارت ناسيونال ديالها ديالها هذا الدوار اجابها للجيب ديال هاد السيدة ديال هاد القاتلة هاد القاتلة اللي اصلا ما كتنتهميش هاد منطقة احتاد السؤال غادي يلقوا الجواب دياله وما عد عطلوش مدة قصيرة رجال دارك مباشرة عام يمشيوا لك العنوان اللي عندهم في ديك اللاكارت ناسيونال اللي يلقوا في الجيب ديال الضحية مشوا لك العنوان اللي كيف داك الدوار وبدوك يسغلوا على هاد السارة هادي مشوا لدار ديالهم خرجت عندهم وجابوا على التحقيق صار اول ما يوريوها الصورة ديال هاد السيدة هاد السيدة اللي عندها ستوربينها مسميتها الها هاد كلهم حكرة ما كان عارفهاش هاد السيدة ما عمريش بتها ولكن فاش عدي ويجيبوا معافل هادرة ويعودونها على القصة ديال اللاكارت ناسيونال ديالها اللي تلقات في الجيب ديالها الضحية زي ما اجب ديك اللاكارت اللي عندها سيدة بدت تدخل وتخرج في هادرة قلت له ما سافي سافي تفكرت هاد السيدة هادي رانك تخدامه معاها ف المدينة يعني هاد السيدة كانت مخدمره في الدار البيضة فاش عايسوا له على شنوه السبب ديال تواجهوا ديال هاد السيدة هادي فهöt دوار هادة يعني هاد السيدة اللي كانت مخدمهك فك 살아 أجد تدري في دوارك أجد دير في المنطقة ديالكم يعني أجد دير في هذه المنطقة اللي كتسكنها وكتعيشان تيفيها اولهم العلم ولي الله الله أحلم ممكن أن بحكم أنك تنسيت لكات ناسيونال لديها ربما هي جابتها لدينا الدوار قالوا الهواء خلال نتهيقوك نديروها تسيدا معدما يدير معدما تخدم وجابتك لكات مهم رجال الدارك زي يروع عليها مزيان لاحظوا أن صارك تدخلوا وتدخلوا في الهضرة حطوها تحت عينيهم تحت الانظار دياله لديهم شكل فيها ولكن لم يكن لديهم أي حاجة كما قلت لكم رجال الدارك لم تدخلت لهم رأسهم هذا الدارك كامل هذا السيناريو كامل لا تدخلوا للعقل قالوا الهواء سيدا لنقولوا هذا السيدة ما عندها شغول ما عندها خدمة وجاء يدير خير وجاء بالكات ناسيونال من الكازات لهذه الدورة ولكن كيف ندير في هذا الحال؟ كيف تتعرضك هذا الشيء هذا كامل قلت لهم ما نعرف في قدر شيء حد يكون قريساها تعرض لها شيء حط ما فيها إما كان هو يسرقها ولا يتعدى لها شيء حاجة بحلقة ولكن السيدة لم يكن يشوفوهما ما متعرضاش ما كيش آتار ديالة السرقة ذلك شيء اللي يزمعها ما زال عندها وفوق هاد الشيادة كامل كان باين وواضح لهم على أن السيدة ما مضروبة ما معنفة ما فيها كدمات ما فيها شيء حاجة باللاصة ما كانش فيها شيء آتار كبير ديالة مش يدم كتير الضربة اللي فراسة كانت واضحة لأنها غرق ضربة عميقة إذا كانت وضربت هنا في هذه البلاسة بلاسة كانت اكبر بلاسة اللي فراسة قد تكون عميقة لأن السيدة كانت نزفت بزدادة ولكن من أجل الضربات قطارات بساطة أي شيء مقاطعة يعني غالباً سيدة ضربت في بلاسة أخرى وجابها الجونات وضعها تبمى الجاني أو الجونات وضعها تبمى وهذا ما ممكن أن يكون صدفة كيش سيدة جاء عندك جاء مقصدة ودليل على علاقات يعني يحبها لك شيء حاجة ديالك ممكن دارت وصلت معك ممكن كانت عندك في الدار ممكن تمال يدرت في هذا الحال من اللي سهوله هو جاءت عندك للدار يعني واش قدرت انها توصل عندك تال الدار اللي في الدور ولله يطلقوا ما بدير انا قلت لكم انا ماشحتها ما تلاقيت بها السيدة ما وصلتش عنديني هائيا البنت كان واضع لي انها مخلوعة ماشي هي هذيك رجال دارك فضل لحظة غدي يمشي وغدي يستجوب وحتلع عائلة ديالة عائلة ديالة كلهم كيقولوا نفس الاقوال ديالة بنتهم صار كاملا عندهم نفس الاقوال واش متتافقن عليها ولا ديك هي الحقيقة الله اعلم هم بالاصل قالوا لانهم كيعرفوا اله يعني كيعرفوا لانها عندها علاقة ببنتهم ولكنها القديمة دش مرور الكرام الرجال دارك يبقوا مكملين في البحث والتهريات ديالهم سولوا الناس ديالك الدوار يعني كل واحد كان كيدير خدمته يعني الرجال دارك يبحثوا ويقلبوا في هذا الوقت اللي كانوا مكملين من التحريات ديالهم غادي يتوصلوا للعائلة ديال الضحية ديالكازا وعني علموهم بهذا الشيء كامل اللي وقع العائلة شكون بتكون من الام ديالها وجوج ديال الوليدات الولد الكبير من ولادها الضحية مسكينة في العمر دياله واحد وعشرين سنة الولد اللي صغر منه كان في العمر دياله خمسطاشر عام وغلت تكرتكم السن ديال هاد الولادها دو بجوجبهم لأنهم حتى وما غادي يكونوا جزء من هاد القضية هذه اول ما غايعلموهم بالاخبار ديال امهم عشنا وقع ليها وعشنا وقع ليها وقع لي هاد الشيء في البلاس الفلاني احدى واحد دوار عشنا اسميته وغايقولو لهم تا الدرك الملكي كيف هاش ترقوها المهم عاودوا لهم قاعدة كشيء اللي تعرضت له لهم ديالي يبقى فيهم الحرب الزاف امهم كذلك يعني جداتهم بدوتهم اكي يعاودوا التفاصيل للقضية من ناحية ديالهم وهذا الشيء اللي يعاوده هو اللي غادي يكون مفيد لدرجة كبيرة في هاد القضية هو اللي عيفدناه باش نقدره اننا نوصله شكو المهمول هاد الفعلاء هدي اسنا نعرفه شكونا ديال هاد الشيء دا كامل رجال داركة عيبداوا التحقيق اولا يعني عيبداوا يستجوبوا الولد الكبير ديال الالهام عيشتوا عندهم وعيبداوا معه والولد في التحقيق الولد كان مصدومه على مهمته ها السيد كان تالف وضيخ له حد درجة كبيرة الولد كان مقرب منه مبزاف واخر الولد مصدومه على مهمته الا انه غادي يستطمنا بهذه المعلومات اللي عادي اكتر 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 شنو غادي يقول فاش غادي يعرف البلاسة والمنطقة اللي تلقيت فيها امه يعني يعرف الدوار في كانت اللي يعرف بلاسة في انطلقات مقتولة هاد يعاود القصة شنو فيها هاد ولد الالهام شنو كانت خدمتهم كان دير بحال واحد القارة الصغير ودير بحال واحد الوكالة اللي كيتوسط فيها يعني الناس العائلات اللي اللي باسع عليهم كيدبر لهم في الخدامات هاد المساعدات طرح مش هامل الجنسية المغربية مش هدو الخدامات العاديين لا دير بحال الكاتالوج كنا اللي من جنسية اسيوية وخصوصا من الفيليبي كنا المغاربة وكنا حتى الافريقيات حيث هاد الافريقة جنوب الصحراء ولا طلب عليهم الزاف وهذا الشيء اللي كان يدير كي يجيب اصحابه ويدبروه على البنات ويضعوا السبيات دياله هل شنو كتعرف الدير هاللي كتقبل الدرالي هاللي كتطيب هاللي مهم كان جامع هو هاد الامور هاد عنده هاد والالالهام ويضع الناصب دياله كتدور مع هادك اللي هاتخدم ويضوره مع العائلة مهم اسمساعدة هاد المساعدات اللي كينا في البيوت هاد سيلي كيخدم عادي كيجي ووهو كيدبر عاود على هاد بنات اللي كيخدمهم كين ووحدين اصحابه عاود كيدبروه وغادى الأمور مشي الأمور كل مرة كيدبروه وحده كيسيفتها العائلة كيدوروه معاه وغادى الأمور واحد النهار شاوي قالوا هاد جي هاد صراحتي هاد صراحتي وقفة لي واحد المرة قدام القاراج دياله وقفت قدام باب الوكالة بيتهما رأي نقلب بها سيدة جيها طويلة لا صاك لحتى شي حاجة ما عندها لا بطاقة لها وياد دياله معدت شي شي حاجة اللي كاتبين انها من جاية بلادها من جاية ما عندها شي حاجة لا كاتبين انها من الساكنة دياله من دار بيضه يعني لو كان زيكي تقلب بلها الخدمة طبيعي يكون عندها شي ساك ديالها شي شي حاجة بالحالك الناس لا يجلبون سيفيات دياله. هي جاية طويلة. يكسام اللي قلت له رخصي كان قلبها لخدمة الناس سيفتوني عندك. قلت له لا. شنو بغيت يديري هنا. شنو اللي يخليك انك تجيب تخدمي تقلبها لخدمة وانتي مازال قاصرة ما زال ما وصلت ليس سين من قانوني. هات سيدة كانت مازال ما وصلت ليس حتى 18. كانت قلية بعد تتكملها. هاد البنت هاد يشكون اياه? قلنا هي صارة. هي البنت اللي ضربتها بنكرة. قلت له مقام كان عرفش هاد المراجعة. الولد صارة عملي شفاكة كدخلو الشك. وحس ان اولد مشتا عاونها. لا مشتا تدخل في هاد شيء البنت راما وصصي القانوني. مازال قاصر. يقدر يخرج على رأسه. خرج على خدمته. البنت مازالة صغيرة. وواضح وبين انها هاربا من دارهم ولا وقع لها شيء حاجة ولا ديرها شيء مصيبة. شنو عيدير ما يدير? عمشي وعيد تشاور مع صاحبه. تلك صاحبه اللي كان يدبره في هاد العمزات. من اللي تشاور مع صاحبه? قال له ما عندي ماش نفيدك. قال له ما عندي ماش نفيدك. اذا هاد ولد الهام شنو دار? عيد تجأ لامه. هاد تليفون دياله. تعصب لام دياله وقال لها عافك. واش تقدر يتجي عندي؟ رانا نوقف واحد المشكي. كلا صراحة. احنا على خفنا اننا نهضره مع واحد البنت او خفنا نتورطه معها. اننا قد بغى تخدمه كادا او هي ما وصلش لسين قانوني. وبينش ندخل وراصنا معها. اجنتي مراب حالك بحالها. نطري معها وشوفي شنو المشكي اللي عندها. ان البنت اول ما بدأوا كي يقولولها لانهم ما غاليش يخدموها. انها مازال قاسر. اه بدأت تكاتب كيب. بدأت تغوى التمها. كانت طلب وترغب فيهم. كانت طاحلهم من ارجلهم وهم نسقط. عارفوا ان هذا النهار ما عيدوش الاخير. ما هي قادروش نهائي نتناولنا. فعلا الها ما تجي عندي ولدها الوكالة. من ليه وصلت التمها؟ من ليه شفت البنت؟ بنت لان البنت رها بيناد ريويشها. نقية وزمينة. ومن الله درادية لها بين انها مأدبة. يقول لها ابنتي. شنو هنقول لك؟ حسبيني بحرم بك. عاد في شيء معي للدار. انقلسوا. عاودوا لي على ما عندك. عاودوا لي على ما عندك. عاودوا لي على مالكي. شنو اللي خلالك اضطر لانك تجي الكازا باش تخدمي. واحتلاء خفتي مني. ممكن ما مشوش قاعد للدار. مشوش ونقلسوا في شيء بلا صخرة. ولا عندك شيء مشكلة ان شاء الله ربما ما تمشي تنحلوه. البنت قلت لها لا خاتي. انا مشي معك للدار. انا سايقافيك. ممكن حتى شيء مشكلة. مهم الهام غامر سايقافيك. ولو انا ما كاش خاصة ديبها لك. البنت ما عارفها. ابنت تسلطت عليها وهذا بيها للدار. مهم بدأت معها البنت للدار. البنت انا من اللي مشات دخلت رحبه بهذا الوكس داتي. وبدأت تعاود لها بقصة ديالها كاملة. شنو قلت لها؟ قلت لها رأنا كان يعيش في الطوال في الالف العنية. في المنطقة في الالف العنية. قلت لها رأنا كان نتمين مدينة جديدة. قلت لها الاب ديالي متوفي. وما قلت لها رحمه. وانا عيشة غير مع امي. وما اخوتي. وعيشة عود مع راجل ممي. قلت لها لان في هذا العام هذا. رأنا كان دي تلتة باكالوريا. لدي الباكالوريا. هذا السمسة اللي جاء بنيرها معروف في الدوار انه يقلب البنات على خدمة. هل تحرم بنتهم الدوار؟ قلت لها وقلت الخدمة والحمد لله راكينا في الضربضة. وكتصفت الوالدها الشهرية ديالها. يعني البنات ديالدوار امورهم غادم زيان. إلها مناعة سؤالة. قلت لها ابنتي. واش انتي. دابع جيتي بالعلم ديال العائلة ديالك. وليلا جيتي خزنة. واش عائل تكعرفوك انك جاي تختمي على رأسك. في كازا ولا غي هربت ليهم. يعني شناية الظروف ديالك. قلت لها لا ارى تا واحد ما عارفني في كاينة. تا واحد ما عرف بانني هربت. وجيت المدينة كازا. فقط الاختي ديالي. عندي واحد اختي بجوجها. ومستقرة يعني مستقلة بوحدتها. في دراجها ولكن في نفس الدوار. بوحدة يلي عارف. قلت لها رهد اختي يلي عاونتني. جمعت لي شفليسات. وقلت لي سيرت ببراع على رأسك. سيرت لا توقع هنا في هذا الجو هذا. ستقدر توقع لك شيء حاجة. هذا الجو هذا لا يفيدك. ما قراءة تكملي فيها مقادة. ما خدمة. ما صنع لهم سيرت لها كازا كبيرة. وفيها فورة الشغل لهم سيرت لها وضبراع على رأسك. تم تقدر تبني حياتك في هذا البلاس. سيرت تخدم. مهم من بعد ما إلهام. ضحية ديالنا مسكينة. بعد ما سمعت لها دراجة كاملة. بعد ما طاعت ودنها لهذا البند. مباشرة قلت لها شوفي. هنقول لك ده بجوج كلمات. ضربة درها غول. ضربة بحر. ضربة درها بشيشي مدينة صغيرة. ولمشي تحت بقتي فيها. ما عند كفين تعيشي. ما عند كفين تقلسي. ما عند كفين تباتي. عاد سكولية. عاد شعاد تاكلية. عاد شعاد تصرفية. ما عند كفين توقع لها. وإنما تحتطاع لك الليل. مكنش فيها عسقك. مكنش اللي غاد يرحمك. عيواض ما ترقيت دورة هنا وطلاوطي. ستجد تلقي راسك. راح يتلقي الزنقة. ولي تلقي الزنقة. وشدك ديالنا فلا غاد ينحض لك لحمك. راح تدوه زيامك حلو. أول ما سيطلع في الصباح باتي عندي وعلق لك حل هذا الشيء هذا كامل البنت فرحت لأنها فعلا كانت خايفة تبات في الزنقة السيدة لم أعرفها فين تمشي ولكن ألقيت هذه السيدة بحل حسنة السيدة حلتها بابها ودخلتها ووكلتها وشربتها وعتبيتها في هذه الليلة إلهام فعلا مسكينها خلت هذه البنت عندها خلتها الدوز عند هذه الليلة بقعت في الضار خاكل سمعها رعاس عليها وعاطيها العين حاطيها ما تقعش فيها نييشا مراقبها خايفة يديت شي حاجة خايفة عاود من ولادها لا ينضرها يصدق كل شيء ولي في مشكل إلا أصدقتها حضر الشيطان شيء وعد من تججو لدها يقدر يزيد البنت ويوقعه في مشكل كبس كتار من الأول المهم إلهام عاود كان عندها هذا الأمر حسش شوية حيث كانت مثلها واحد البنت الوسطانية ديالها البنت رامت لها عندها تقريب 14 أو 13 طريقة باش باش ماتت ما بدكورش في المصدر ما عندنا شيء معلومة عليها المهم بحل هاد البنت اللي جات جابتها الحملة عندها بحل فكرتها ببنتها ما بغيتاش انها ترمز الزمقه والضيح خافت عليها يعني إلهام فالقضية هذه خدمت بالكبدة ديالها بالعاطفة بالإحساس ديال الأم بحل لك تحاول تنقضها بحل لك تنقض بنتها اللي ما تلادي شهر ما يمحط ناس على هاد البنت هذه أول ما غدي طلع الصباح هتقول لي شوفها بنتي هتنوضي وهتبشي معي يعني تقول والله وعمشي عن دائدة ديالك وإن شاء الله ما غدي يكون غير الخير بغيتها لأنك تخدمي ألقاو لك خديمة بالصح أنا اللي عن تكلف بيك ولكن تعرضه عليك واليدك ما تجيش هربعنا ما بغيتك تخدمي في هذه الظروف هذه نمشيو نرغبوهو ونلقاو معه مشيها لما بغوش جنسي في داركم أنا عم قمت بقاك أما الضر بيضاء بنتي أنا ما عدا باش غدي تنفعك بتي ما عندك تاشي واحد هنا وحتى الخدمات يسير له تقدر تطاحف شي عائلة مزيانة وتقدر تطاحف شي عائلة اللي هي راطيف اللي تقدر تكون كراف من العائلة اللي انت هربانة منهم كراف من العائلة ديالك إلها بقعت كتت مع البنت كتتحاول تتقنحها تحاول تتقنحها وبقعت عليها وبقعت عليها حتى قتنعت البنت وفعلا هاتمشي معها بخاطرها الغد لي الدوار ديالها من بعد ما غدي تقدو كامل المجموعين إلها ما غدا تنوب وتقول البنت نوضي يجمع الكفاة ديالك امشي ودها بانيت في هذه العشية امشي لدوار ديالك يالا نوصلوك لداركم نشوف معهم نخلوك تجي تخدمي في كازا انا اجيبك معي ما اخلوك نحطاك ورجعها بحلاتي امشي وناخد المركوب ومشي وليقوا لك شي حل مع واليدك نشوف واشكين شي حل اللي نديروه قدروا يخليك تخدمي الى اخلوك هذه نعود ارجعك معي ما اخلوك بشأنك تخدميها بالناس هذه تبقى يبنيتي في طالكم كأننا احنا ما قدرنا على مشاكين ما قدرنا نصدع واتي وجهك ماشي ديال الزنقة ولاد الهام تقولوا لان ما عارفوا بلي الام ديالهم فعلا ذاك النهار غادة توصل صارة لدارهم ولكن ما عمرهم جات على بلهم بلي هذا هو اللي يكون مصير ديالهم ان الام غاداش تعود ترجح عادت مشي ومع ترجحش والسبب اللي خلاهم مسؤولوا فيها معي طولها ما عارفوها فين بيتها ما عارفوها فين بيتها ما عارفوها جاية وانا الام ديالهم بل فكت صافر بعض مرة يومات التيام تجي الدار وما تجيش مهم رام رجلة ايه الهام رابح الراجل والوليدة تراهم كبار سيدة كبيرة وبعقالها وعارف شنو كدير وعارف شنو مكدير ولكن في هذه ما عارفت ما تدير من خلال هذا الشيء كامل اللي غاد يعاود الرجال الدارة كل الإلهام كبير انه الإلهام اللي قاية يعاود لهم ده باش نوقع الجدر المياه عام يمشيوا هاد المرة الدار ديالسارة عام يمشيهم قصدي باش يزيروه بمزيان سوية سوية عائلتها وعارفو شنو قع بالضبط في كلها مهم في نفس الوقت اللي هما غادن باش يعارفو شنو كان شنو قع غادي يلقى على ان الفرقة اللي كانت خدامة في ذاك الدوار غاكي يقلبوه وغاكي يباحتو مازال خدامة هاي يلقوا ذاك الفرقة اللي كانوا واحد شاهد واحد شاهد جديد في القادية هاد الشاهد هذا عندهم معطاية مهمة اللي عاد تفيد في هذا البحث هذا هاي يقول لهم يعني من بعد ما وراءوا الصورة دير إليها هاي يقول لهم ان هاد السيدة دي فعلا اللي وريتوني في الصورة هاد فعلا دخلت الدار ديال فلان شكول هاد فلان هو اباين سارة كان معروف عندهم واحد اسميها حيث واحد القادية خرارة سارة ركتبت على إلها قلت له ابا ميت هو ربها بقيحي يعني بحلنا بغد تستغل التعاطف ديال إلها بمها وهاد السيدة ركتبوها ماشي رجل مها هاد الشاهد كي يقولوا بها نشد هاد السيدة دخلت عند دار ديال سارة يلبوها كانوا اشتاج اياها وياها في الطريق شفتهم وسلمت على البنت سلمت على سارة قال له هاتها بنت ليها داخل دار دياله الدوار كان كامل عارف بأن سارة هربت من الدار ديالها وهذا هو السبب اللي خلها من اللي شاف المرأة بقراد مع البال واعقل عليها مزيان إذن هاد السيدة اللي جابت سارة لداره قال لهم شتهم اللي جات مع الدار ومنت الموليد شفتها نسمعوا الأقوال اللي صارة والاعترافات ديالها لا هي ولا العائلة ديالها ونعرفوا شكون بالضبط اللي دار في إلهام هاد الحالة هاد وعلاش السيدة جدارت إما دارت عال خير السيدة ما بغاش البنت الضيف في قرائتها ما بغاش تخرج هربان من دارهم ما بغاش تدرم في الزنقاء إنها شو هاد ديال شوف المشكلة غاد يوقع لها وعاد ديال من خفت الرجل والتمزريقة ديالها مهم من بعد ما عاد جي سارة هيو إلهام للدار يعني الدار ديال ببوها لا إله يشدوا البنت ويعطيوها قتلها ديال لعصارة حيث كانت هربا إلهام هنا عدد خل هتقولون بالله دي انا قلس وعاد تسمعهم مني وتعرفهم زيان شنو كين قلسوا معي ونحاولوا لنقوش يحلها ديال مشكلة إلا أمكان كيسح بالهراء صارة جاية عند عائلة اللي متفتحة متحضرة لقيت عائلة هيو اجتمها كانت زمان قلس معهم ونقوش يحل بنتهم يردو لها عقلها وزيد وزيد احتاج تلقى راسها وسط ارباعة ديال الشلابية ديال اللي هبوالي المهم العائلة كلها كانت مجموعة الأب الأم خود صارة خدها اختال ليش شجعتها للهريب انا تبشي للمدينة وتخدم كل شيء غازل صارت عائلة وسط فوقيتها على حسب الأقوال للأب قال له انا بغيت نربي بنتي لماذا تهرب ونفهمها بأن هذا الشليدرس ما بزيانش شوهتني وصل الضوغر شوهتني وصل العائلة قال له ولكن إليها مبقا تتنقذ عليها وكفت في طريقي ومبقا تتغوت عليها ومشي منحقك تضرب معها البنت وانت مشيبوها ومتقربش لها قال له هلاش انا مشيبوها قلت له انت غير راجل أمها وكتتعدى عليها ومشي منحقك تضربها ومتقربها قال له مضيك سعب كان نقول هادي وش هبيلة وش بسطيها قال له مسيديك تدخل وتخرج بالهدرة كيفاش انا مشيبوها ولكن هذه الشيئة مجابتوش من رأسها رأسارة اللي كتبت عليها وقالت لها أنا عايشة غير معها راجل أمي وببارها بنيت فاش كانت في الاعترافة ديالة قلت لهم بأن راجل أمي أرسلي التليفون مكي خانش بشي المدراسة وزيد 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 الأب لم يتسمحه لشيء تصدر سوف ينوضعه ويشد بنته ويبدأ يدرب فيها إليها ما تدخل ونهج تخليه مهم حاولت أنها تهدي الوضع كل واحد يقاسه وشد بلاسته بدأوا يتذكره مع بضياته قال له البنت عندها جهول إما تمشي المدراسة تكمل قريتها عندها البكالوريا السيدة تستطيع معها بطريقة حضارية قال له أن ابو يتوش تكمل قريتها خليها تمشي معايا للدارب أيضا تمشي معايا للدارب قال له إما سبروا معها تمشي وكمل قريتها هنا في الطال إما خليوا ابشي معايا تخدم ودين المستقبل لها يعني يخصكم من تمشي معايا تكونوا راضين عليها وأنتم ما تقوموا مراقبين وعارفين بنتكم فيه مشات فيه نجاة عند من كانت قلت له هنا نتكلف بها قلت له هنا نضبرة بشيخة محسن يعني متبشي وتخدم في الضيور الأب هنا يبدأ ينوب يبدأ يغوط على إلهام ويعير فيها يقول لها لماذا تدخلك؟ لماذا تدخلك؟ لماذا تدخلك؟ أربي كما أريد تتعامل معها كما أحبت الأم مسكينة هي ساكتة منطقة بحيثة شي كلمة سيدة مغلوبة على أمرها والأب كان وعلا بالسعب سرم اللي بدأت تتواجه أب ديالها يريد أن يضربها إلهام ديكسة تتخلص بيناتهم سيدة جربتها ودفع إله تحت الأرض ديكسة هو أحد الفاس كان أحدها أحد الفاس كبير ديالنحاس غاصح تقيد وجبت عليها الرأس سيدة بدأت تنزف سيدة هو معصة يعني حمر المرأة اللي بدأت تحتضر في بلاستها تقعد كيتموت كيتحرك رجلها حتى أداموا الأمانة أمانتوا ومن يدقوا راسهم هدل عائلة حصلوا حصلة خيبة كي يغوتوا صار كتغوت الأب هنا ينضع بداية الدد فيهم لهم قطعوا الحس حتى واحد فيكم ما يهضر حتى واحد ما يتكلم كل واحد يشت بلاسته ونشره وقعه في قرب دارنا خاصنا نحلو المشكل نضع زو السيدة ونضعها في الكروسة وغطوها كانوا يخدموا بها ويتسخروا بها أي شيء يحتاجهم للحانة يجبوا التقل فيها وغطوها حتى تقطع الرجل خاطر خاطرها لا يبقى الناس يتحركوا في هذا الدوار لا يبقى الغاشي يضع من بعد هذا الشيء كامل نضعها ونضعها نضفو ذلك البلاسته بعد هذه اللي كانت فيها فضل سيددك الدم بسحوها مزيعة كل شيء ساكن كل شيء كي تراعد هاد بلاسته حتى واحد ما يقدر يهضر الدم للجابارود هذا الأب فهذا الأب يشوف الأسافر اللي وقع 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 تصبح رأس في رأسة اللي وقع تصارك تقول انها شي كامل اللي وقع بسبابي كانت ندمانة بزعاف قالت كان من الممكن انها ما نجيبهاش للهنة ما كنت وافقت لهاش انها تجي معي للضواء وتجي معي للدارنا ونحطها في هذا موقف هذا الخيب خصوة انها كانت تعارفة العائلة ديالها كيفاش دايرا كانت تعارفة العائلة ديالها شنو كيسواه من اللي احسن انها من اللي زيارت عليها إلهام انها تتلت عليها ولا تهرب وتبقى متشردة في كازا وما تجيبش هذه السيدة تلقى الحدف ديالها وتلقى ما صيرها هنا شوف النهاية ديال عمرها تكون عليها الدين بها وخوتها في الاقوال ديالهم الابش كيقول انا تشيل وقعها غير حاديثة وصفة كانت تدابزناها كانت بغت تخرج لي لبنتي كانت بغت تخرجها الطريق بغت ديها عند الرجال وانا واجهتها ودابزناها وما نويش تعصبت لحت عليها ذاك الفاز وانتشيل وقعها طبيب الشرعي من اللي فحص البنت فحص طارق يقول بان السيدة بقى بكر يعني ما خرجها الطريق لا تشي حاجة يعني عاك يلوح الباطل على السيدة باعلان الها ممكن تبغدير فيها الخير انا رجال ضارق المالكية غادي يقول السيدة لانه كو كانت هاد السيدة هذه اللي هي الها هاد ضحية بغت من بنتك شي حاجة ما كانش غادي ترجحها لك ما الاصل ما كانش عجيبها لكو تطلب منك انك تشدها يعني كو خلتها عندها وكو استغلتها كما بغت يعني هاد السيدة كو خدم عقله غادي شوية كان غادي يعرف بلي هاد السيدة ربغى لها غير الخير فعلا كان جاي عندها باش تنقذها من كازا من دياب ديال كازا اما كازا ما كيش بحالها قاع في الموضة المغربية السيدك يقولون مانا ما كنتش نوع نقتلها ولكن هاد الشي اللي وقع وقع بالخطأ لكن باش عيفيد هاد الشي السيدة ماتت هو من اللي يدفحها كو خلها طايحة هاد الشي عاد زي المشير عليها بفاظ يعني هو هز ذاك الفاظ بالارادة دياله شير عليها ما خلت واحد من ولاده انه يقدم له هاد المساعدة ما خلت صارة بنته زيد عندها تسعفها الزوج من بعد معي اعتار في هاد الشي هاده كامل والقادية ما تحسبلوش الا انها قتل خطأ اي تحسب قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ويأخذ فيها المؤبات اما الاسرة دياله كاملة تعتبروا انهم تسطروا على الجريمة كلهم كانت احكام ديالهم متعدد سنة طبيعة تسطروا على الجريمة لانهم خافوا من ابوها ما بلغوش بقاو ساكتين اذا انتهم ما كانوا مشاركين في هذه الجريمة مهم الله يكتب علينا ما كاتب الخير والله خرجنا مضار العب بالعيب والله رزقنا حسل الخاتمة يجعل اخلنا حسنا ويجعلنا خفاف درافنا قلوبكم ورزقنا الصحة والسلامة وطلع المر والفلوس الاحلال شفت مزريقة وخفت الرجل في وصلتها تسيدها كانت ثانية نقول لكم واحد القصة واحد النقطة على هاته خفت الرجل شي واحد يطلب شي واحد من الاثرياء ديال القبيلة واحد فلاح كبير وعنده الكسيبة وعنده الغلم شي يطلبه وقالوا انا ما عندي باش نعيد ادبر عليها انا تسيد هاده اللي بأس عليها بقافي هاد الرجل قالوا عبتي شنو عنديك معي الزريبة بلاصل فيك يعلف الكسيبة قالوا عنديك معي نحلو الباب ولحاول اللي جا قصدك ادي عيد به انا عن برك حاول اللي يتم جايه من الباب خارج عندك هاده ورزقك هاده هو اللي مكتاب لك مشاو فعل الزريبة ما حلوها كيتم جايه واحد واحد الصردي ملايح كدو كداش تم جايه عنده ذاك المسكين ذاك تدرويش فراح اللي يشاف ذاك الحول يجاي قال الله عم تبرع في هاد العيد هاده تم جايه شوية هو كدزبقه واحد جديد جديد اي صغيره ادزبقه وخرج عنده وعنده هادك اللي لابس اليه قالوا هاده هو زهرك هاده ميمونك ها شو شو كان جاي كبش ملايح حوص دقف بزهرك هاده الجديد هاده الصغيره هاده شو اللي اعطاك زهرك هاده ذاك جديد هاده ذاك تدرويش هاده قالوا والله ما نعيد بك دخلوا لداره وعود المرته وشنوقع علقوا من الرجلين شدوا واحد مشحاط وبقى كي ضربوا وذاك جديد يغوط وهو كي ضربوا يقولوا انا ما نعيد بك مولوا انا عان ربيك على خفة الرجل اللي فيك اللي ما ترصيش لحولي كان جايه وانتك هتتسابق معاه انا عان ربيك على هاد خفة الرجل ولا كشي ليك هاخفت الرجل دينا هاد سيد اجد دخلك سيد ايجز عندك بغاية الخدمات اضبريلها في خدمات ولا اقول الله عمنا وعاونك مهم تلاقى وقتا شاء الله في نفس الموحد صلى الله اشتركوا في القناة